طيب الفرن البلدي بقى موجود في السعيد زي ما هو موجود في الريف طبعا الفرن البلدي ده ايه اشهر الحاجات بقى ما احنا نهده في ليلة سهاج طبعا ايه اشهر الحاجات في السعيد طبعا زي ما دكتور مجدي قال العاش الشمسي ده رقم واحد ده ليتو كوس معينة في صناعته يعني لازم العاش الشمسي أولا بتصحى مبادر جدا السيدة السعودية بتعجن العجين بتاعها قابليها بيوم بتبقى عاملة الخميرة والخميرة دي اكتشفوها صدفة من أيام الفرعنة يعني كانوا برضو بيعجنوا عجين عادي جدا فضلت جزء من العجين لتاني يوم ولتالت يوم فاتخمرت فوجهوا ان لما بتتحطي تاني مع العجين العجينة تعلق يبقى عندي طبقتين غير العاش المسطح اللي هو بيبقى طبقة واحدة صح فهم استفادوا من ده دي جت مع التجربة طبس ده يؤكد على توارس الأجيال دي حقيقة يعني اللي هو الجد عن جد عن جد ومزاد ستات البيوت لغاية اللحظة ديت لدرجة ان هم بدوا بعد ما كان العيش الشمسي على مستوى عائلي طبعا بيبقى الرغيف حوالي 400 جرام 500 جرام تقيل لان بيقعد معهم مدة أسبوع اتنين بيقطعوا فيه بقى يعملوا كمان على مستوى تجاري بقى وزن الرغيف بيبقى أقل شوية 150 جرام وبيبقى بقى في الأسوأ مثلا رغيف بخمسة جنيه بعشرة جنيه على حسب عمر محد من الأساريين رصد باللغة الهيروغليفية حاجة عن الأغزاء موجود ده موسق من قيم الفراعن على الجدران المعابد وده شفناه ومطابق للكلام الحقيقي ومطابق لغاية النهاردة طريقة صناعته هي الموجودة على الجدران المعابد انه كانوا الأول بيحطوا العجين على زي جلة كده طوروها وعملوها على فلين الجلة دي بتاعة الحيوانات اه ده عشان سبوب في الشمس يقعد حوالي 8 ساعات نوع من التخمير وهكذا فطبعا ايه حصل تطوير فيها لا بقى على يعني طبق اللي هو الفوم من العجين الورق من الورق وبالنهاردة وبرده نفس بقى مصانع أيما عليها يعني النهاردة بيصنعونهم الفلين ده طيب انا عايزة رجع وقول برضو هذه الموسوعة المحترمة جدا اللي بتأكد على انه ده تاريخ أكل المصريين بالضبط يعني ماذا كان يأكل المصريين كانوا بيأكل ماذا يأكلونا المصريين فاحنا حنعرف من هنا ده احنا سجلنا اللي هو الشلولة اللي دايما شلولة وده كانوا بتاعها لي ده ملوخية بتاعته ماذا يأكل المصريون يبقى إذن يعني يعود إلى الموسوعة ده يوم ما بيعملوا العيش الشمسي لازم يعملوا الملوخية جنبيها وبيعملوها بطريقة بسيطة جدا الملوخية النشفة مع لمون كتير مع فلفل ده أكل سعيدي ده اه ومع بعضها مع مياه ساعة تلج اه لكن لما دقتها في غاية من الجميع انت جبعتني يا دكتور وقيمة غزائية فيها لأن فيها مضادات حيوية وفيها مضادات أكسادة طبعا أكتر من رائعة ففعلا ليهم أكلات مميزة جدا ترجمة نانسي قنقر